طيب في موضة طلعة على مدار الأيام اللي فاتي دي وهي الهجوم على الجهاز الفاني المنتخب مصر أنا في الحقيقة عايزة ابتدي بالحديث يعني على منتخبنا الوطني الأول لأنه خلاص هو الأهم بالنسبة لنا خلال الفترة الحالية بما أننا في التوقف الدولي وبما أن المنتخب الوطني الأول مقبل على مباريتين مهمين جدا في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية لكن شايفين ومتابعين تصرحات مختلفة لبعض اللعبين اللي تم استبعادهم من قائمة المنتخب أو لم يقع عليهم الاختيار للإنضمم لقائمة المنتخب من الأساس والتصرحات في الحقيقة بشوف أن هي مبالغ فيها بشكل كبير جدا ليه بقى؟ لأن كل اللعيب بيبقى شايف أنه يستحق أنه يكون متواجد في المنتخب مصر كل اللعيب شايف أنه أحسن لعيب دلوقتي موجود في الدوري فليه ما بقاش موجود وليه ما لعبش المنتخب مصر وليه ما يتمش اختياري ويتطرق بقى الحسابات المختلفة للجهاز الفني ويتطرق لأمور شخصية من جانب آخر وده أمر في الحقيقة غير مطلوب إطلاقا وخليني أكون وقاية مع حضراتكم رغم أنه ممكن يكون البعض مننا بيتطفق مع الكابتن حسام البدري والبعض الآخر بيختلف مع الكابتن حسام البدري في عدد كبير جدا من الجوانب لكن النصلحة العامة تضي بكل تأكيد مساندة المنتخب ودعم الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون ودعم المجموعة اللي تم اختياره لأن هي دي المصلحة بتاعت منتخبنا الوطني لكن حيتم بقى الحديث من خلال بعض اللاعبين وأسرهم كمان ودي الموضة الجديدة بقى فعلا أن اللاعب مش هو اللي بيتكلم لوحده واللي منضمش لمنتخب بيتكلم هو أسرته بقى زوجته أو قريبه ولا كلام من ده ده كلام بصراحة غريب شوية حيفضل الجدل موجود على اختيارات المنتخب الوطني أي أن كان مين الجهاز الفني ومين على رأس الإدارة الفنية حيفضل على مدارة تاريخية أمور بنشوفها على طول لكن المرة دي فيه مبلغة شوية في الأمر الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون لهم كل الحق في اختيار القايمة اللي من وجهة نظرهم الفنية هي الأنسب لتنفيذ الأفكار اللي بتتعلق بيهم وبالتالي النتائج تكون في صالح منتخبنا الوطني لكن تعال بقى هنا نتكلم في جزء ايه هل في بعض العناصر كانت تستحق الانضمام؟ أقم فيه هل في بعض العناصر لا تستحق الانضمام وموجودة في المنتخب؟ ممكن متفق معاك مفيش مشكلة خالص لكن مين اللي بيشيلي الليلة في الآخر؟ الجهاز الفني؟ المدير الفني كمان تحديد سواء بقى ايه؟ نتائجه إيجابية فحنطلع بيه ونشيله فوق دماغنا ونشيل بيه كل الإشادة بيحقق لنا أهدفنا كمصريين وكمحبين للكرة المصرية وكمحبين للمنتخب الوطني وفي المقابل لو النتائج سلبية فهو اللي حيشيلي الليلة هو اللي بيتحمل المسئولية إذن من الأفضل أن يتم الدعم وكل الدعم للجهاز الفني في اختياراته ومسندته ومسندة كل اللاعبين عشان الهدف الأساسي بالنسبة لنا إن المنتخب يظهر بالصورة اللي احنا بنتمنها دايما وإن المنتخب بيحقق الأهداف المرجوة لكن إن احنا ناخد طريق في إطار المهاجمة بدون أي أسباب واضحة فده في الحقيقة أمر غير مطلوب خلال الفترة دي تحديدا حتى الآن الكابتن حسان بدل رغم أنه هو بداية مشواره كانت صعبة شوية مع المنتخب مصر تعادل مع كينيا وتعادل مع الجزر الكمر لكن نرجع بعد كده كسب توجو زهاب وقياب المقبرة المجبلة مع كينيا وعندك مقبرة كمال مع جزر الكمر وإحنا متصدرين بـ 8 نقاط جزر الكمر بنفس الرصيد لكن أنت ماشي بشكل كويس ودايما أنت بتبقى مستني الناتج اللي في الآخر يعني تقدر تحلل تقدر تحطم لحظاتك تقدر تنتقد ما فيش أي مشكلة أي حد ممكن ينتقد يعني لكن في نفس الوقت لازم نبقى حطين إطار المصلحة العامة هو الأمر الأساسي وقت ضروري اللي لازم إن إحنا نبقى حطينه قدام عيننا علشان نستنى نتائج جيدة اللي هو يعني أنت تعمل كل اللي عليك في الدعم وتعمل كل اللي عليك في المساندة المنتخب مصر وبعد كده إيه تشوف النتيجة على حسب النتيجة بقى تشوف هل النتيجة جيدة حققت طموح المصريين فأهل المسال النتيجة سلبية فلا يا جماعة لازم يبقى فيه وقفة وده الطبيعي في كرة القضاء لكن ناس كتير ممكن تتطفق وتختلف مع كابتر حسين بازري ناس كتير ممكن تتطفق وتختلف مع اكتياراته ده أمر موجود في الكرة وأمر طبيعي ويعني ما يقاديش إطلاقاً للمهاجمة اللي احنا شايفينها المهاجمة أو الهاجمة الشرسة على الجهاز الفني للمنتخب الوطني